الذي حصل من التفجير هو تفجير حقير سخيف مردود على صاحبه مهما كان هذا الذي فعل هذا التفجير هو الشيخ هاشم منقارة وهذا الحديث لقناة الجديد كان في معرض الدفاع عن الشيخ أحمد الغريب الذي كان قد أوقف يوم ذاك في إطار التحقيق في تفجيري طرابلس المسلمون عامة الذين بدأوا على حائط التواصل الاجتماعي هذا الكم الهائل من الكذب والافتراء ألا يتجرون قليلا حتى يسمعوا الحقيقة الشيخ منقارة هو رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي التي وقفت إلى جانب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وحاربت الأحزاب السياسية اللبنانية ثم القوات السورية في طرابلس بين عامي الثلاثة وثمانين وخمسة وثمانين وقد اعتقل منقارة عام ستة وثمانين وأمضى أكثر من ستة عشر عاما في السجون السورية ثم عاد وأسس حركة توحيد جديدة ميما عنده أصلا في بيته خرائط ميما عنده الناس أنه هناك مثلا والله في ضياء عم تطلع فيها مسلحين وهناك كلات يشير إليها ونحن هناك هذا تنظيم منها شغلة عادية نحن نحن نريد البلد مطمئن آمن مطمئن وفي العام الماضي شهدت الحركة شقاقا أدى إلى بعض المواجهات بين مؤيدين لمنقارة ومعارضين له في طرابلس إلى أن توصل ودار الفتوى في طرابلس لتسوية مفادها تحول مسجد عيسى بن مريم إلى ملكية الأوقاف في مقابل أن يبقى منقارة إماما للمسجد اشتركوا في القناة